السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون مرحبا بكم مع علو الهمة مرحبا بكم لنعلو وتكون رؤوسنا في السماء مرحبا بكم لنكون في صحبة النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ثم نكون في صحبته هو وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر ما زلنا نتحدث عن علو الهمة وبنتمنى أن كل يوم تزداد الهمة وتعلو أكثر وأكثر حتى تصل إلى علان السماء فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يغنمنا وياكم شهر رمضان ويغنمنا ليلة القدر ويعتق رقابنا جميعا من نار الجهنم اللهم آمين ما زلنا بنتكلم عن علو الهمة وكلمنا في المرة الفاتحة عن علو همة الصبية الصغار أو الشباب الصغار وتكلمنا قبلها عن علو همة الشباب والنهاردة هنتكلم عن علو همة النساء درس الليلة إهداء لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عشان يتعلمنا إزاي تكون همة النساء وكيف كانت وكيف ستكون والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم المرأة بطبعها يا جماعة تميل إلى الدين حبة جدا للدين بل ورجالها ما يزعلوش مني المرأة تبذل في الدين إذا التزمت أكثر من أكثر وأكثر من رجل عندها فطرتها محبة للدين جدا ميالة بطبعها لإن مرأة بطبعها أو أكثر النساء عندهم الرومانسية والعاطفة عالية فالرومانسية دي لما بتتوجه صح ما شاء الله بتثمر الرومانسية دي لما توجهها بقى لمسألة المحبة محبة ربنا سبحانه وتعالى محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنات وأمهات المؤمنين فدي كلها بفضلها بتثمر مع المرأة أشياء كثيرة جدا وتجدها تبذل وتعطي أشياء عظيمة جدا فالأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيبة الأعراق والأم يعني والمرأة كما يقولون هي نصف المجتمع وتالد لن النصف الآخر فهي المجتمع كله ربنا يحفظ نساء المسلمين ويرزقهن العفافة والحياء ويستعملهن في نصرة دين الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أمثلة عظيمة جدا لعلو الهمة وكل مثل هنقف معاه وناخد منه الدروس والعبرة عشان نسكت هذه المسألة على أرض الواقعة ونستفيد بقى ونتعلم من نساء المسلمين ونساء المؤمنين ربنا يحفظهم جميعا رب العالمين أول مثل وما أقدرش أن أنا أنسى أبدا خديجة أم المؤمنين زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة مثل عظيم جدا 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 للوفاء والبذل والتطحية والعطاء امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض ذلك النبي عليه السلام لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنه ورضها وظل يذكرها حتى بعدما تزوج بعدها وإلى آخر رحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسي أبدا خديجة حتى كانت أمنا عائشة وده من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تقول ماغرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غيرته من خديجة وإني لم أدركها يعني أمينا عائشة يعني كتصغير ما شافتش أمينا خديجة أصلا فبتقول إني لم أدركها ورغم ذلك مما غيرتش غير منها فالإمام الذهبية رحمه الله الحمد لله سعى بيعلق بيقولوا هذا من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمينا عائشة ما غارتش من بقية التسعة وإنما غارت من واحدة ماتت خلاص وده من لطف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كانت تتكدر العيشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمنا خديجة كانت أمنا عيشة كانت تغار منها فكان يذكرها دائما ويثنع عليها دائما مش بقى مورد ما ماتت بقى خلاص الوحب بينسى زكته يعني ده وبينسوي عيشة فلأ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى خديجة أبدا فكان يكثر من الثناء عليها ومن ذكرها فأمنا عيشة بتقول له خديجة خديجة كأن الله عز وجل لم يخرج إلا خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد وفعلت وفعلت ويثني عليها أكثر وأكثر ففي مرة مرات أمين عايشة تقول له إيه ما تذكر من عجوز حمراء الشتقين أبدلك الله خيرا منها حمراء الشتقين يعني إيه تعرف السنان لما تقع وتفضل اللسة اللسة تعرف بتبقى حمر وحلاوة يعني فيه تقول له ما تذكر من حمراء الشتقين عجوز يعني كبرت وكده وماتت خلاص قد أبدلك الله خيرا منها أنا بكر وجميل وكده يعني فقال أبدلني الله خيرا منها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها إنها كانت وكانت وكانت وظل النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويعاتب أمنا عائشة حتى قالت فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت حتى تمنيت أني ما تكلمت كلمة في حق خديجة رضي الله عنه أرضها أمنا خديجة كان لها مواقف عظيمة جدا جدا يعني لا تكاد تحصى عندها هم عالية جدا أنا ما نفعش أكون مجرد زوجة وبس ده نكون زوجة وكون مؤازرة لحبيبي وزوجي ونبي صلى الله عليه وسلم ومنا خديجة لما تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعف كان لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم وأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في الغار وقال اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وهو يرتجف ويقولوا زملوني زملوني دثروني دثروني وكان نبي صلى الله عليه وسلم في مخضوط جدا 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 فلما قام نبي صلى الله عليه وسلم وهدأت أمينا خديجة من روعه فقالها والله يا خديجة لقد خشيتوا على نفسي شوف بقى الزوجة العقلة شوف المرأة التي تكون وراء زوجها اللي تثبته وتؤازله وتعينه شوف بقى الزوجة ما شاء الله من التمنى أن الدنيا كلها تكون مثال لأمينا خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت اللي زيك لا يمكن ربنا يخزيه أنت ما تخافش على نفسك أبدا وخب بالك ده كل ده قبل الإسلام لسه اللي بيقوله إيه بيقوله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعينه على نوائب الحق اللي زيك وبيعمل الخير ده كله ده لا يمكن ربنا يخزيه يا سبحان الله شوف استدلت بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على أنه اللي زي ده مش ممكن يخزي أبدا مش ممكن كلا والله لا يخزيك الله أبدا وتروح معاه إلى ابن عميها ورقة ابن الله فلو كان امرأة تنصر وعنده علمه من الكتاب فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا ورقة هذا زوجي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءك فاسمع إليه فالمم يعني إلى آخر الكصة سبحان الله فشوف مؤاذرة أمينا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت تعطي المال الكثير الكثير الوفير من أجل يعني أنها تخدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآذرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف ده من ضمن المواقف العجيبة التي وقفتها أمينا خديجة لما حصلت المقاطعة بين كل قبائل كريش وبين القبيلة التي كانت منها النبي صلى الله عليه وسلم خب بالك من حاجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعب أبي طالب طيب أمينا خديجة بتؤذر النبي صلى الله عليه وسلم وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي دخلها شعب أبي طالب تم تقعد هي في بيتها ولما يدقى النبي يخرج من شعب أبي طالب ما خلاص ما في انتظاره أبدا تؤذره في السراء والضراء رضي الله عنه ورضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أن ترجع إلى بيتها أبداً ما تسيبوش ويجلسوا في شعب أبي طالب أديها جماعة يوم ولا اثنين ولا سنة أبداً ثلاث سنوات في شعب أبي طالب حتى وصل بهم الجوع أن أكلوا ورق الشجر في زوجة في الدنيا النهاردة ممكن تتحمل الزوج وتعيش معاه بالمنظر ده وبهذا الوفاء العجيب المنقطع النظير يعني أظن وإن كان فيه بس يعني رب لي يا رب يبارك في النساء المسلمين جميعا رب العالمين فوقفت معناها بعسام في أحلى المواقف ودأت الهدية مضمخة من مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا إلى أمنا خديجة في اللحظات الأخيرة من حياتها يأتي جبريل كما عند مسلم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة خارج البيب يجيب حاجة هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام معها إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومن يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف لا سخب فيه ولا نصب طيب مش معنى البيت دوت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف معروف إن اللؤلؤ المجوف ده بالبلد كده بلغة يعني الاستوديات يعني عازل الصوت بيمنع وصول الصوت اللي جوه البر أو اللي بره الجوه يعني معنى إيه معنى إن القصر ده رغم إن الجنة كلها هدوء وجمال اللي إن القصر ده مبالغ في الهدوء الجميل اللي فيه ليه قالوا لأنها لم تحوي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أن يرفع صوته ليطلب شيئا فكذلك لا تسمع صوتا عاليا في جنة رحمان جل وعلا فيكون لها الهدوء التام في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رد الله عنها وأرضاهم شوف أدي وقوف أمنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم طيب عايزين بقى نسقط المسألة ده على الأرض الواقع الزوجة النهاردة الزوجة المسلمة أين أنت من زوجك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمة حسين بن محصن يقول لها انظري قال أذا تبعلي أنت؟ قالت أجل يا رسول الله فقال انظري أين أنت منهم وفي رواية قال ما تصنعين معه قالت ما قالوه يعني لا أقصر في حقي فقال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك الزوج ده جنتك أو نارك يعني ممكن من خلال الزوج تخشي الجنة وممكن من خلال الزوج تخشي النار ربنا عافيك يا رب العالمين ونبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة قل الجنة من أي أبوابها شئت من أي باب من أبواب الجنة التمانية اختار اللي أنت عزيزة وخشي من أي باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى شوفها دي حق الزوجة على الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ويقول الصلاة والسلام لو أن بالزوج كرحة فلحستها امرأته ما وفت حقه أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم شوف قديه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضع حق الزوجة على الزوجة وبرد الزوجة لها حق عظيم جدا ولذلك دي كانت وصيلة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء ويقولوا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا أقول يا جماعة بصراحة لو إن في حب بين الزوج والزوجة ورب الكعبة لا يمكن حد يسأل فين حقوقي وفين واجباتي إن خلاص هيحدث زي ما يقوله كده بلغة الحبيب يعني هيحدث زوابان زوابان يعني ايه يعني انا انت وانت انا خلاص احنا مفيش فرق ما بيننا يعني اه طبعا هو رجل وانسة بس يعني افصد يعني ايه يعني ام الاثنين كالجسد الواحد كالروح الواحدة التي نزلت فيه جسدين فيصبح فيه تآلف ويهي دي حتة المودة والرحمة التي اوجدها الله عز وجل بين الزوجين ان الزوج بيحب زوجته وعنده مودة ورحمة وقلفة وبيحبها ومخلص معاها وبيعزها ويتمنى لها الخير فهي دي المسألة هي دي المحبة التي تجمع بين الزوجين انما يبقى زوج بيبغد زوجته وهي تبغده وعايشين مع بعض بس عشان نرب الاولاد وخلاص دي مش عيشة يا جماعة دي مش عيشة وبعدين نبع سامق ووضح لك المسألة عشان تكون منصف قال لا يفرق مؤمنون لا يفرق يعني يكره لا يفرق مؤمنون مؤمنة ان كره منها خلقا رضيا منها آخر خليك منصف زوجتك مدأك فيه والله اصلا مش يعني مهاش ست بيت يعني طيب وإيه تاني يعني ومش مهتمة او بزنتها طيب وما سوى ذلك لا ما شاء الله انسان على خلق وعلى دين ومهذبة ولسانها جميل ومبتسمة وحبوبة ويعني ما شاء الله عليها يعني ربنا يكرمها طيب يعني عندك لها تمن صفات او تمن مميزات وفي عبين فقط التمانية دولة جنب العبين مش يعني يغلو يعني مش سيئاتها تذوبوا في بحار حسناتها خليك منصف وخبالك لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضيا منها آخر كذلك الزوجة نفسها مش بقى يعني يزم بلا يا كفرنا العشير يبقى الزوجة يعني ما شاء الله يعني يزاوله اي صاب والشمع وخبالك وبعدين مقدم لك كل ما فيه خير في أمر الدين والدنيا ولو غيرت غلطة تقول له ما شفتش منك خير يعني لا يعني لابد يكون فيه انصاف بين الزوج ومن الزوجة وزي ما قلتلك لو فيه حب بين الزوج والزوجة لا يمكن أبدا أنا هسأل فين حقوقي فين واجباتي حددي يلا نكتب وراء وقلم نعمل جدول ده مش عيش لا لابد يكون فيه محبة وفيه موادة والمحبة والموادة دي لازم تكون في إطار الدين من غير الدين في أمور الدنيا صدقني ورب الكعبة لا تستمر الموادة وتفارق بقى يعني حياتنا بقى مليانة بكصص الحبيبة والدمجوانات اللي موجودين في عصرنا واخد بالك اه توصل يا عمال بيحبها في الجامعة خمستاشر سنة في الجامعة وفي الشغل ويجوزوا بعد شهر أمه اللي اتنين في المحكمة سبحان الله الحب ده راح فين مع أول مشكلة خلاص ده بليه اللي ما كانش لله لما لما يكون في حب لله سبحانه وتعالى بلا غراميات بقى ولا مخالفات شرعية ولا وقوع في معاصي ولا مآثم ولا كلام ده كله والحب يكلل بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم تجد ما شاء الله ربنا بيحفظ الزوج والزوجة وتلاقي ما شاء الله اللي اتنين عندهم حلية وحبه ومودة البعض سبحان الله وربنا يكرهمهم بثمرة طيبة من الأولاد ييجوا ياخدوهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تجد البيت كله مليان طاعة ومودة ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى بنقول الأخت المسلمة عايزين همتك تعالوا ونشوف نمازج عظيمة جدا من أمنا خديجة رضي الله عنها رضي الله عنها عايزين نموذك واثنين وثلاثة واربعة عايزين الأمة كلها تبقى عبارة عن نمازج موودة من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها وفي المقابل برضو عايزين أزواج محافظين على بيوتهم وعلى زوجتهم ومحافظين على أولادهم وعندهم رحمة وحنية بالمرأة الله في النساء خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف المثل التاني الجميل برضو لعلو وهمة المرأة وزي يمرتلك المرأة عندها نزعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى بس خد بأيديها خد بأيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى وذلك هو اللي حاجة وعلى خالص كتير جدا من الشباب لما يعني 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 مثلا يماشي وشايف واحدة متبارجة فيدعو عليه طب هيدعو عليها ليه طب ما انت طرمها هتدعو هتدعو ما هيدعو ليها قول يا رب هدية بدلا ما تقول يا رب انتقموا يا رب طب ما تقول يا رب هدية يا رب اشرح صدرها للحجاب يا رب اكلمها يا رب بالحجاب وبزوج صالح وزورية صالحة ودعيلها ادعيلها في خير ولا تيأس من احد ابدا انا اذكر ان اخر هنا ربنا يعفظه كان فاتح محل كبير جدا في احدى المولاد في مصر المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى هو اخ ما شاء الله اللي حيث والله اقدر حيا كده ست سلندر حيا ضخمة ما شاء الله المهم يعني في ايه فقعد في المحل على الكيس وبعدين دخل ببنت شبه عارية خارس يعني 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 عيزا بالله كشف جسمه وبطنه ومشافئه وحاجة لبسة لبسة يعني حاجة ربنا عفيك فالمهم دخلت بتشتري شوية حزيه كده الاولادها ومشافئه ولا الاخواتها حاجة كده فعمالة بقى بتهزر مع البيع هي مشوخ دوالها من اللحية اللي عادة جوه بقى تمام فعمالة تهزر طب رخصت طب مشافئه طب ما تخليها بكذا في الاخر خالص الشاب بزيق فقال لها طيب حضرتك صاحب المحل اهو فسأليه اللي انت عايزا بصفت لقيت اللحية بمون زرقيته لقيت هو لو شفني كده باللفز وسمعيته يعني هو لو شفني كده يغلى عليه اخطر المهم اشترت الحياة اللي عايزاها ودخلت الاخ ده الاخ ده كان حاطت كتاب صغير كده نعمله اسمه ايه اختها وقفه مع نفس كتاب كوي صغير كده عن الحجاب فالمهم الاخ خد منها الفلوس ورحمت ديها الكتاب قال لها اخت دي هدية بسيطة كده ان شاء الله تقبليها فاخدتها كده على مضد ورحت ماشي بيقسم لي بالله ان تاني يوم واحد دخل عليه لابسة خمار ولابسة جلباب فتفاض ما شاء الله ودخل عليه السلام عليكم عليكم السلام فلاها وقفة وسكتة فقال لها الفاترين يا اختها ان شاء الله قلت له لان مش جايش اشتري حاجة اشتريت مبارح قال لها تبقى امري قلت له بعد ازنك انا عارفها طبعا ما يجوز انك تبصلي بس انا عايزك تبصلي بصة وقود بصر بعدها خير يا اخت قلت له معايشش بصة بصري فبصة بصة كده قلت بصر خير يا اخت قلت له معرفتينش قال لا 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 ما اخدش بالي قلت له فاكر الاخت اللي جات لك مبارح كشف جسمها وكشف رجليها وكشف كل حتة في جسمها ومتعرق شبه عارية يعني قال لها اه اقيت له انا قال لها معقول اقيت له والله العظيم والحمد لله ربنا جزاك عنه كل خير بالاسلوب المهذب بتاعك ولما ديتني الكتاب وقرأته وفعلا لقيت ان انا ما ينفعش ان انا اكون بالمنظر ده والحمد لله رب العالمين انا جاي بس عشان اشكرك ومراوحة تاني جزاكم الله خير فبقولك ما تيأس من حد اوه تيأس من حد ابدا فضل الله مع الدعوة الرحيم والاسلوب الحاني والمعاملة الطيبة بفضل الله ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه تعالى 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 نشوف مثال تاني بس بعد ما تصدر حبيبك صلى الله عليه وسلم آسية امرأة فرعون امرأة مين فرعون فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى الذي قال ما علمت لكم من اله غير ظن يعني كلمة واضحة جدا انا ما فيش في الدولة دي اله لكم غيري انا ورغم ذلك شوف بقى سبحانه الله يعني لما فرعون انتعرفين كان شاف رؤية كده في المنام وحكاها لبعض الكهنة في زمانه فقالوله بس ده هلاكك وهلاك ملكك وضيع ملكك هيكون على قد صبي من بني اسرائيل فعمل ايه فرعون طب استشار الحشية التعبانة بتاع المهم قالوله ايه طب نقتل كل الذرية اللي جاية من بني اسرائيل قال خلاص ماشي بدأ بقى يعمل ايه يتفي مع القابلة اللي بتولد النساء وكده اي واحدة هتروح تولد واحدة تاخد معها الشرطة ان كان ولد بيسلموا للشرطة هيقتلوه وان كان بنت بيسيبولها وفضلوا على كده فترة كبيرة فالناس في مصر قالوا لا انت كده هتخلصين على بني اسرائيل وهم دول الخدم بتوعنا بعد كده احنا نطر ان احنا يبقى خدمين احنا نقتل سنة ونعفو سنة في السنة اللي عافع عنها اتولد فيها هارون عليه السلام وفي السنة اللي هيقتل فيها اتولد فيها موسى عليه السلام لكن تتخيل المأساة يعني المهم قد ربنا سبحانه وتعالى ان ام موسى طبعا اعدى مرعوبة واستخبت طول فترة الحملة لحد ما عاد الولادة وولدت سيدنا موسى عليه السلام واعدى مرعوبة وجاء وحي الالهام بقى وحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فاطقيه في اليمن يعني تخيل بقى اشوف عقل بقى الانسان اللي هستوعب المسألة دي ازاي لكن يكون عنده يقيم في الله وحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه العقل بيقول ايه بيقول خبيه خليه في عينيك حطيه في اي حتة وغطيه لا فألقيه في اليمن طب يا رب ده ده بحر ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وفوق ده كله وجعله من المرسلين وطبعا الرسل لا يكون الا على رأس الثلاثين او الاربعين يعني الطمن هيعيش هيعيش سبحانه الملك وهي عندها يقيم وثقة في الله سبحانه وتعالى قد ربنا سبحانه وتعالى الجنود خلاص قربوا وداخلين على بيتها كتيها حطة تابوت صغانطة كده زي مركب صغير وحطة بقى حبل كده ربطاه لما تقص تردع سيدنا موسى تمشد الحبل وتروح مردعا ومردعا واول ما تردعا تحطوا في تابوت وتنزلوا في النهر واول ما يجا حطى الجنود داخلوا بتاعتهم ساب الحبل وبعدها كده فلما بهم داخلوا الجنود راح تساب الحبل وفلت منها فلت منها الحبل تابوت دوات في دريته هادة كده بين الأمواج بأمر مالك الملك ومالك الملوك لا يخش مثلا على الشرة ولا الهيلتون ولا بتاعه يعني فهم ازاي ساب كل دوات راح فين على قصر فرعون والجنود وقفين طبعا بالأسلحة ومستنيين وحراسة على النيل لان كان بيته على النيل مباشرة وكده ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الحرس يلتقدوا موسى عليه السلام موسى عليه السلام ما كانش يعني أبيض وعيني خضرة وكلام ده كله كان أصمر وكان شكله بسيط جدا وعادي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان المولى عز وجل حماية لموسى عليه السلام حماء بستار شفاف رقيق لا يراه أي إنسان على وجه الأرض دلوه إيه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين يا الله بس سطار رقيق شفاف ألقاه الله عز وجل على موسى عليه السلام كل من يرى موسى عليه السلام يحبه حتى جاء في بعض الآثار الضعيفة أن إبليس سألون هل أحببت أحدا من البشر؟ يعني إبليس ده يعني كل شغلته أنه عايز دخل الدنيا الناس كلها في نار جانب ربنا عافينا قالوا هل أحببت أحدا من البشر؟ قال أحببت رجلا واحدا رغم أم فيه قالوا من هو؟ قال موسى قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه المهم لما شفيته امرأة فرعون طبعا أول ما دخلوا كم من الوقت فرعون وزقته أسيا فأول ما شفوه فيه إيه اللي في التابوت ده قالوا لنا طبعا مخافين لن يكون في حاجة يعني فيه إيه قالوا ده صفر صغير فأول ما شفيته أسيا مرأة فرعون قالت كرة عين لي ولك خب بالك بيطول لي من الكلام ده؟ لفرعون كرة عين وخب بالك كرة يعني إيه كرة عين؟ يعني هو الشيء الجميل الذي تستريح وتأنس إليه النفس حتى لا تستقر العين على شيء سوى هذا الشيء يعني أجمل شيء بتحبه بصير سأحيانا تكون إنت مخلف مثلا خمس ستة أولاد لكن فيه مولد متوع جدا ومؤدب جدا وماشاء الله ويجي وسئديك ويبصرصك ويحبك ويأبي فتقولوا هو ده اللي أنا خلفت قالوا خلفت شيء ده هو ده إبني فهمزاي هو ده كرة العين فكرة العين هو ما تستقر عليه العين وتأنس إليه وتحبه فإمرأة فرعون بسبب هذا السطار الرقيق الشفاف وألقيته عليه كمحبة مني في ساعتها تقول إيه؟ كرة عين لي ولك خب بالك بقى في رواية ضعيفة إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قالت لفرعون كرة عين لي ولك قال لا بل كرة عين لك أنت أما لي فلا قال جبريل فهداها الله لحبها لموسى ولم يهدي فرعون لبغضه لموسى شوف المسألة عاملة إزاي؟ فالمهم فإيه فطبعا قالت لها تقتلوه عسى إن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشهرون المهم قد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يجعل سيدنا موسى ده سبب سبب في إن امرأة فرعون دي يدخل الإيمان في قلبها وتؤمن بالله عز وجل وتكفر في فرعون يعني فرعون كان بيعبد كان يعبد من دول الله قال ما علمت لكم من إله غيري أنا أحد لكم إله غيري لا ما هو أنت الإله الأوحد خلاص فهم إزاي؟ فكانوا يعبدون فرعون بالفعل شو بقى خب بالك بقى؟ فتؤمن امرأة فرعون وتصبح مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض خب بالك فرعون عرف إنها آمنت عرف إنها آمنت إزاي؟ سبحان الله ماشطة بنت فرعون قعد عمالة بتماشط شعر بنت فرعون المشط هو إيه على الأرض فيعني المشطة قالت بسم الله نزلت على الأرض كده وبيجيب إيه المشط فقالت بنت فرعون بتقول لها إيه؟ أبي ما بتقول بسم الله ويبتع تابر إن أبوها هو الله بتقول لها أبي قالت لها بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله أتلاها أقول لأبوه أتلاها أوليره شو بقى العقيدة ما شاء الله فدخلت لأبوها يا دادي إذا في وحدة يعني بتعبد إله تاني غيرك يعني كده يعني فمنفعش يعني البرستيج يمنع من كلام ده مين قالت له المشطة بتاعتي فقال لها هاتين فجابها انت ليك إيه لها غيري؟ قلت له أيوة ربي وربك الله المم راح جايبها هي وأولادها الخمسة وأمر بيعني بقرات من نحاس وفي رواية قدر فيه زيت مغلي أخبلك وبدأ بقى ياخد ولد ولد من أولادها ويلقيها في يلقي في الزيت والأم صابرة محكسة وادخال بقى حقيقة قلب الأم بقى قلب الأم هي بتشوف ابنها بينزل في الزيت ده فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول خد الإبن الأولاني وهي ما زالت ثابتة التاني ما زالت ثابتة وكل ده وهي بتتذكر ذكراتها مع الإبن ده بقى لما تولد وربطه وأكرته وسهرت عليه وتعبت عشان وزكرات مؤلمة جدا لحد دهما وصل للولد الأخير اللي هو كان بيرضع من ثديها فأخذوا الولد من ثديها وقطرات اللبن على فمه خبالة بقى من منظر فكادت أن تفتن فأنتق الله هذا الطفل فقال صبري يا أمه فإن نار الدنيا أهون من نار الآخرة وألقي الولد وألقيت ماشطة ابنة فرعون حتى جاء في بعض الروايات حسن بعض أهل العلم وضعف بعضون أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإصابة مع راج شم رائحة جميلة جدا فقال ما هذه الرائحة يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها هنكمل موضوع سيابرات فرعون في الحلقة اللي جاية الوقت يجري بينا وربنا يا جمعنا وياكم على الخير عشان بيستعرفوا قدي صيرة النساء وهو علوه وهمة النساء يعني لا تشبع منه النفوس أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المؤمنين وأن يحفظوننا جميعنا رب العالمين وقلوا كل أخت وكل بنت وكل أم ربنا يباري فيك عايزين نهمة تعالو قراءة قرآن صيام قيام ليل ربنا يجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا